أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي أشاد خلال اجتماع مجلس أمنائه بالقاهرة بالجهود الحثيثة التي تبدلها مملكة البحرين وحرصها على تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال بما يتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية ونوه المرصد العربي لحقوق الإنسان بالسجل الحقوقي المشرف للمملكة في حماية حقوق الطفل ورعايته صحيا وتعليميا واجتماعيا ونفسيا وكان مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان قد أثنى على جهود مملكة البحرين المتواصلة في مجال رعاية الأطفال ومراعاة حقوقهم وتوفير الحماية لهم مشيدا بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال باعتباره يمثل إضافة النوعية إلى المنظومة العربية والدولية في الجوانب التشريعية والقضائية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه